أكد سموه اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أن ما يربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بشراكة استراتيجية راسخة في مختلف المجالات تستند إلى العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الصديقين وأشار سموه إلى ما وصلت إليه أوجه التعاون من مستويات متقدمة تسهم في تحقيق المصالح المشتركة جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سمو الشيخ ناصر بن حمد إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث التقى مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي وأشار سموه إلى حرص مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ورؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله بتطوير مسارات التعاون والتنسيق المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في كافة المجالات وبخاصة العسكري والدفاعي منها والدفع بها نحو أفاق أرحب بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة ويخدم المصالح المشتركة وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا خاصة ما يتعلق بالأمن والاستقرار الدولي